أكد وزير الخارجية سامح شكري سعي مصر دائم للتحدث بصوت إفريقيا وتطلعاتها لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وذلك خلال صدافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ الأممي في نوفمبر القادم جاء هذا خلال مشاركة وزير الخارجية في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ والمنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية آذي سابابا على همش فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي كما أشار شكري إلى خطورة استمرار ضعف تمويل المناخ الذي تستفيد منه الدول الإفريقية ومحدودية قدرتها على الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التداعيات السلبية لتغير المناخ